اهلا بكم في قرارات مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين الحقيقة النهاردة في كارثة حصلت اه مش النهاردة تقريبا من يومين كارثة كبيرة جدا قدت الى مقتل العشرات ده غير الدمار اللي سببته والموضوع كان كبير جدا جدا وفي ناس سمته بفيضان الموت وطبعا كلنا عايزين نعرف فيضان المدة حصل فين وازاي وامتى وازاي اه اه واعلقت بتوقعات لال عبداللطيف كل ده هنشوفه لكن بفكركم تشتركوا في القناة تفعلوا الجرس وكمان تعمل لايك وشير للفيديو لو عجبكم اه لال عبداللطيف كلنا عارفين انها طلعت اه مع راجا نصر الدين ده قبل اه ما تعمل الفيديو بس المباشر الاخير لها اتكلمت عن توقعاتها لكذا دولة في العالم منها دولة امريكا وقالت لقاتي للأسف سنرى الالاف الاصابات ومشاردين في مناطق منكوبة ممكن زلزال او فيضان ما تعرفش ولكن امريكا هتطلب مساعدة من دول الجوار هو فيه مصيبة فعلا فيضان حصل في امريكا وادى الى مقتل العديد وكان في اه بيوت متدمرة لكن مش درجة ان امريكا طلبت المساعدة من الجوار لكن كانت البلد متدمرة وكان بالنسبة لهم الفيضان اللي حصل ده فيضان اول مرة يشوفوه في حياتهم من مية وخمسين سنة او اكتر عمرهم ما شافوا فيضان زي ده بيحصل في امريكا او في المنطقة دي بالذات في امريكا اهو الخبر جاي بنهولكم من سكاي نيوز بالعربية اه واحد واربعين قتيل على الاقل ضحايا اعصار ايضا في نيويورك نقيا واحد واربعين شخص على الاقل لمسرعهم في نيويورك لما يقولك على الاقل معنى كده ان في ضحايا اكتر اه والمنطقة المحيطة بها جراء امطار غزيرة وفيضانات تاريخية مفاجئة واقدم بالكم من الكلام شهادتها اه ليلة الاربعاء الخميس حسب حصيلة جديدة وذكرت الشرطة والسلطات المحلية ان هناك خمسة عشر قتيلا في مدينة نيويورك وضواحية وثلاثة اخرين بالقرب من فلدالفيا وفي ولاية نيوجيرسي المجاورة عبر الحاكم فيل مورفي عن حزنه لان تلاتة وعشرين على الاقل من سكان نيوجيرسي فقدوا حياتهم جراء اعصار ايدا وجرفت الفيضانات سيارات واغراكت خطوط المترو واوقفت رحلات تيران في ولايتي نيوجيرسي بعد تعرض المنطقة لامطار غزيرة مع انحصار الاعصار ايدا وانقذت فرق التوارئ من حصيره في منازلهم وسياراتهم بينما غمرت المياه الشوارع التي تحولت لما يشبه الانهار واظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماع المياه بتتضفق فوق ارصفة محطة المترو والناس يخضون في مياه وصلت لمستوى الرقبة في مساكنهم واظهرت مقاطع مصورة ايضا التقطها السكان المزهلون الشوارع وقد تحولت الى انهار بينما جرفت مياه الفيضانات السيارات وقال كيلي مارتنز المتحدث باسم مدينة اليزابس في نيوجيرزي لرويترز ان اربعة اشخاص لكو حتفهم في الفيضانات في المجمع اوكوت بلايزا السكني واضاف بلغ ارتفاع مياه الفيضانات ثمانية اقدام القدم حوالي خمستاشر سنتي فاضربوا بقى تمانية في خمستاشر يعني تمانية في عشرة تمانين سنتي وتمانية في خمسة اه باربعين اه او تمام اربعين تمام اربعين وتمانين يعني حوالي متر ويشرين سنتي تخيلوا كده تمشي في الشارع يبقى عالو المياه متر ويشرين سنتي حاجة كبيرة برضو مش قليلة وقال فرانك رومان نائب رئيس مكتب المدعي في مقاطعة سومرست آآ كاونتي في نيوجيرزي ان هناك اربع وفيات مؤكدة بسبب الفيضانات التي جرفت سائق السيارات كمان هناك شخص واحد على الاقل في اعداد المفقودين وقال الرئيس الامريكي جو بايدن يوم الخميس ان الحكومة الاتحادية مستعدة لتقديم جميع المساعدات اللازمة للولايتين وحست حكومتها نيوجيرزي اللتان اعلنت حالة الطوارئ في الولايتين يوم الاربع السكان على البقاء في البيوت بينما تعمل فرق الانقاذ لتنظيف الطرق وتبزى الجهود منذ الصباح الباكر لاعادة تشغيل شبكة المواصلات التي تخدم ملايين السكان في مدينة نيويورك الكثيفة في السكان وحست كاثي هوكول حاكمة ولاية نيويورك السكان على البقاء في منازلهم وعدم الزهاب لأعمالهم وطالبتهم بالصبر لإعطاءنا بعد الوقت لاستكمال إصلاح قطارات المترو بعد توقف الخدمة في أغلب الأماكن مما أدى لتقطع الصبل بأعداد كبيرة من الركاب وقالت هوكول لشبكة الـ CNN هذا حدث يستحق التسجيل في كتب الأرقام القياسية وقد نبالكم الموضوع كان ماشي إزاي في أمريكا إعصار وقدى إلى فيضانات وأمطار غزيرة ووسط المياه أنها مغطية العربيات ودخلت في البيوت وغرقت الناس وفي ناس ماتوا في الشوارع يقول لك وصل عددهم لـ 41 ضحية على الأقل معنا كده أنا ممكن نلاقي أرقام أكتر ده غير المفقودين والدنيا متبهدلة خالص في نيويورك ونيوجيرسي ربنا يسطر طبعا على أخواتنا العرب اللي ساكنين هناك والجاليات وعلى الناس كلها احنا بنتمناش الشر الحد حتى لو في حد أزانة احنا برضو بندعي بالخير لكل الناس ياريت لو في حد من المشتركين اللي موجودين في أمريكا منهم الأستاذة منالفرج أو غيرهم ياريت يطمنون عليهم ويقولون أن هم بخير وإن شاء الله يكونوا فيش أي مشكلة حصلت لهم ولا حتى بيوتهم اتمست بالفائدانات ياريت يطمنون تحت في التعليقات كل اللي ساكن في ولاية نيويورك أو نيوجيرسي في أمريكا من المتابعين والمشتركين ياريت يكتبون نتاح وبكده فعلا تحقق توقع علي العبد اللطيف إلى حد ما الكارثة ما وصلتش لألاف الإصابات زي ما هي كانت قيلة ولكن زي ما انتم شايفين كانت كارثة كبيرة جدا لدرجة أن رئيسة ولاية نيويورك نفسها أو حكامة ولاية نيويورك بتقولك اللي حصل ده يتكتب في الأرقام الكياسية في كتب الأرقام الكياسية بفكركم ببقية توقعات للعبد اللطيف لأمريكا حريق مفاجئ يندلع في أجواء ومحيط البيت الأبيض وممكن يكون مفتعل وأيضا تشهد أمريكا ركود وبطالة غير مسبوقة والشارع الأمريكي يشتعل من جديد طوحين الشر والإرهاب تطال أمريكا مرة أخرى وبأسريق جديدة ومشهد لطائرة مشتعلة في الأجواء الأمريكية الأنظار والإعلام على الرئيسين أوباما وترامب من جديد مع ضجة كبيرة على شاشات الإعلام سيتم تسريب وصائق سرية للغاية تظهر للعلن أو تظهر للعلن وتشكل في ضيحة سياسية كبيرة وللأسف سنرى ألاف الإصابات والمشردين في مناطق منكوبة ممكن يكون زلزال أو فيضان لا أعرف هيك تشعر في أي بالضبط اللي هيحصل لكن في مصيبة تحصل في أمريكا وأعتقد المصيبة فعلا حصلت وأمريكا تطلب المساعدة من دول الجوار يا لسه ما وصلتش المرحلة دي بس زي ما انتم شايفين الموضوع كان كبير جدا جدا والخسار بالملايين إذا كانت بالمليارات ومكتر شخصية أمريكية بارزة خلال الفترة القادمة مما يسبب بلبلة للرأي العام بكذا نكون انتهينا شكرا لكم بفكركم بس تشتركوا في القناة تفعلوا الجرس وتقولوا لنا رأيكم في التعليقات وتطمنونا عليكم لو في حد من أمريكا وعايش في نيويورك أو نيجيرسي يكتب لي تحت في التعليقات لأن الموضوع صعب أنه يوصل ل41 قتيل على الأقل معنى كده أن فيه أعداد أكبر ده غير خسائر المادية أيضا وحاجات بازت وكتير جدا مياه وصلت ل120 سنتي علوه ودرجة أن فيه حتة المياه غطت العربيات كلها بأكملها يعني العربية وقفة كده ما تشوفش غير السقف بتاعها تقدروا تبحثوا عن الموضوع تكتبوا إعثار أيضا في نيويورك أو أمريكا وهتقدروا تشوفوا كل الصور والفيديوهات اللي بتتكلم عن الفيضان شكرا وأشوفكم بخير في فيديو جديد على قناة مساء الأخبار شكرا وأشوفكم بخير